قبل ما أقول لك ثواب صلاة الفجر هقول لك ثواب سنة الفجر قال صلى الله عليه وسلم رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني رقعتين السنة اللي قبل صلاة الصبح اللي بعض الناس عارفين أنه هم صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو مسافر حريص على سنة الفجر ويقول لا تتركوا سنة الفجر حتى ولو طردتكم الخيول تخيل لو حد قال اللي يصلي رقعتين الفجر هتديله ألف جنيه الكل هيصحى من النوم يصلي رقعتين عشان ياخد الألف جنيه طب لو لعرض زاد وقال اللي يصلي رقعتين الفجر ياخد مليون جنيه محدش هينام قبل ما يصلي رقعتين طب لو صليت رقعت الفجر ليه كل كنوز الدنيا ايه رأيك؟ ما النبي قال لك كده؟ قال صلى الله عليه وسلم رقعت الفجر خير من الدنيا وما فيها حديثة معناه كتير بس مين يصدق كلام النبي ويعمل به؟ إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها هي الدنيا فيها ايه؟ قصور ودهب وفلوس كل اللي انت عاوزه قمال ثواب صلاة الصبح يبقى قد ايه؟ الأعمال العظيمة ربنا مش بيصرح بثوابها لكن بيقرب لك المعنى وانت تتخيل زي الصيام مثلا ربنا بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ثوابه مش معروف وبرضه اللي يقوم النوم فعز البرد عشان يصلي الفجر ربنا أخفى ثوابه فقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون